في التعريف الإنجليزية زي مثلاً كتاب كولتون الصورة الوضيئة للقرون الوسطى زي ميدييفل بانوراما ميدييفل قرون الوسطى بانوراما الصورة الوضيئة وده كتاب في كيمبرج يا معد كيمبرج كتاب تاريخ وسيط واخد ألف سنة من تاريخ الأوروبا نعم يقول بروفيسور كولتون أستاذي التاريخ الحديث في كيمبرج كلام كويس أوي في باب الثمن العادل أو العدل وأنا أحب الكلمتين نطيف يقول أن يجري اللي هي الربا هي هذه اللفظة تفيد المبالغة في سعر الفائدة فوق ما هو مألوف ومقبول ومعتاد ده تعريف كولتون للربا أنه تزيد في سعر الفائدة في أستاذي من أستاذي الاقتصاد اسمه ليتلتون كذلك قال نفس الشيء إذن قال المبالغة في الفائدة ربا أما الشرع فقد قال كل زيادة على رأس المال لا تقابلها مخاطرة يعني بالربح والخسارة ولا عمل فهي ربا النشأة التاريخية كذلك ولو أني خدت من وقتك شوية زيادة إنما أنا عايز أخي أقطع دابر الخلاف اللي بيثيروه إخوانا ويقولك الفائدة شيء نعم والربا شيء آخر لما نجي للناحية التاريخية من حيث نشأت المفردة كلمة فائدة هي نشأت في القرن التاسع عشر هذا آخر ما وصل إليه اكتهادي وأول وثيقة رسمية اعترفت بالفايدة هي نظام نامة البنك الذي أنشأه الرئيس الأسرة العلوية محمد علي الكبير في سنة 1842 أنشأ في الإسكندرية بنك وجاه في النظام نامة اللي هي النظام الأساسي زي النظام الفئيري ده وبتاع بنك دبي الإسلامي اسمه نظام الشركة وبالإنجليزي ستاتيوت وبالفرنسي ستاتيوت زي دستور جاه في دستور هذا البنك بتاع سنة 1842 نصين في المدى 4 وفي المدى 7 ففي مرة استعمل كلمة فائز فائز الغليزة دي وفوائز ومرة استعمل فايدة وفوائد فأنا استنتجت لنفسي وأساتذة اللغة المعاصرون لنا يقدروا يرجعوا وراء اللي بقوله استنتجت أن كلمة فايدة في القرن التاسع عشر وفي القرن العشرين هي ترقيق لنفذة الفائز والفوائز لأنها وكحة كلمة كده تقيلة عاملة زي الدبش وكثير من إخواننا الذين عنوا بخدمة اللغة العربية منهم مسيحيون خصوصا من الشام زي الأب إنستسي الكرميلي وغيره فجرى العرف في القرن الماضي والقرن الحالي إن إخوان المسيحيين بدأوا يقلدوا الخواجات شوية في ترقيق اللفذ فبدل ما تلاقي في قدماءنا المصريين وأقبطنا في مصر مجلع وسويرس وسكندس وأخنوخ أصبح فيه واجيه وشارلي وجون وميري اللي هي ألفاظ رقيقة أوروبية مستوردة بدل أخنوخ ومجلع وسويرس وسكندس حاجة فأنا بيبدو لي أن فايدة هي كلمة فايدة دي ترقيق للفوائز ولذلك لما عملت كتب في هذا كتب أقول كده هون بنوكم بلا فوائد وحط تحت اليه نقطتين وقلت جوة لأذكر القارئ بأن الفوائد هي الفوائز هذا معترف به أيضا في كثير من كتب التاريخ وكتب الاقتصاد أو التاريخ الاقتصادي اللي هي الفايدة والربا شيء واحد ولعلهم يهتدون بها بعد كلمة إن شاء الله تعالى طيب دكتور علة التحريم لو تفضلت ما هي علة التحريم علة التحريم حتيجي في دورها وعلة السكوت اللي حدثت بتسأل عنها اللي سببها طول الإلف نعم لكلام الواحد بيمسه وهو محزون لأن هذا الإلف في بلادنا العربية عمره مش طويل بالنسبة للفوائد بقى نعم أنا الوقتي لا أفرق بينهم العلة هي إن الحكم في بعض البلاد العربية ومنها مصر في القرن الماضي كان ضعيف بسبب دخول الدولة العثمانية في دور الشيخوخة ثم الانحلال وبسبب المكايد التي كيدت للدولة العثمانية طوال القرن التاسع عشر خصوصا النصف الأول ومن ثم أسبابها الاستعداد للقفز على قناة سويس فحصل ضعف في الخلافة والباب العالي وحصلت فوضى نقدية وديون وكانت طريقة الديون خطيرة جدا كان المرابون في أوروبا وإنجلترا يقردون الأولى في شمال إفريقيا وفي مصر وبعض أرض الشام بنسب عالية جدا منها أربعين المئة وستين المئة ومعاديين يحببوا إليهم أن يجبوا ضرائب فكان الشعب يتأزى من الضرائب ويضيق فلكي يكبح شعور الشعب بيزيده من الجندرمة وجندرمة زيادة في المرتبات وبعد ذلك غرق في الديون وقروض أخرى لغاية مغرق الكل في الديون وانتهينا إلى أنه في أواخر القرن التاسع عشر كان كثير من العقار والأموال في إيد الخواجات عن طريق البنوك في ذلك الوقت كان إنشاء البنوك الحديثة نوع من الرحمة بالنسبة لمعاملة المرابين يعني مثلا ديون أخف وط أطف أخف وط أطف ديون الخديو إسماعيل حكيتها مرة استنفلوا مئة وعشرة مليون ما دخل الخزنة إلا أربعين أو خمسة واربعين وصرف على الأبرة كذا وعلى الطرق كذا وعلى أجيني كذا يعني كانت حوسة لكن البنوك في ذلك الوقت كانت أخفت أشواء لذلك تجد ظهور البنوك في مصر ومن بعدها في بعض بلاد الشام والبلاد العربية عاصر الربع الأخير من القرن التاسع عشر حتى جاءت إنجلترا واحتلت سنة 82 وأقامت لنا شيئا اسمه البنك الأهل المصري سنة 1898 منذ ذلك الوقت شعر كل مصري ومن ثم كل عربي بأن البنك أرحم من الفيزق أرحم من المرابين وألفوا هذا استبدلوا حراما بحرام حراما بحرام أنا عايز أقول لك أرطح حاجة يا أستاذ إبراهيم وأنت تدرس الجيولوجيا مسمح لي أقول لك في الاقتصاد كمتين خطيرين جدا البنوك التي تطورت في القرن العشرين والتي تعيش الآن في البلاد الإسلامية أقسى وأخطر ماذا أقول ورزق على الله وأكثر إجراما من المرابين أنا شفت المرابين في حي السيدة زينب اللي نشأت فيه صبي وشفت الناس بيستلفوا إزاي كان المرابي جاء قابع وراء الترابيزة بتاعته ويطلع الفلوس من الدرج آخر النهار بيشيلها عطاها في الخزنة بطبيعة الحال أو من تحت الإزاز اللي هو بيكشف به صروته عنده عملة ويدي للمقترض وياخد الشيء المرتهن فكان يقرد نقود فعلية ملموسة سولد ترنها أو تشلها في إيلة وراء ما كانش يكتير أوائل القرن من العشرين فكنت بتاخد الدهب أو الفضة المقترض كان بياخدها النهاردة البنوك أكثروا إجراما من هذا من المرابين لماذا؟ لأنها تخلق النقود خلقا وإن أسلزة بالاقتصاد الذين يشتغلون بتدريس مادة البنوك والنقود فاتهم أن يلفتوا النظر إلى كلمة خطيرة عليها إجماع هي البنوك تخلق النقود بانكس كرييت ماني فالبنوك تفتح اعتماد تكشف الحساب تعطي على المكشوف ومدام بقى على المكشوف أديكوفير كلام حلو خواجاتي مش زي كلام الشيخ عليش أديكوفير أنا بشتغل أديكوفير أنا في كريدي عندي اعتمان معنى ذلك أن البنك يسمح لك بسحب شيكات من غير أن تكون لك نقود ويخلقه النقود خلقا عن طريق الاعتمان بأنه يحط علامة حمره على الحساب هذا مؤتمن لأنه رهن عقار أو رهن عزبة ويعطيك دفتر شيكات فتسحب ولا تقبض وبعدين الشيكات تروح في غرفة مقصة وبهذا يشتغل البنك اللي رأس ماله مليون يشتغل في عشرة أو عشرين مليون ومنهم زي الكريدي ليوني في مصر من قفزت معاملاته إلى سبعين مثل في ظروف حصلت وخربت فيها البنوك زي أنترا السبب هو أن البنوك تقرض ما لا تملك طب ما بيقعوش ليه وينكشفوا ليه لأن البنوك أصبحت عصابات بنك له عشر أحداشر أمواشر فرعي في نفس البلد في بعض الإمارات العربية الصغيرة البنوك بتزيد على مئة في كل حارة بنك ويتساندون فيقرضون بأضعاف الوديع الموجودة إن كان بنك عنده ودائع خمسة مليون فإنه يقرض الضعف ثلاث أمثال أربع أمثال إذا تزنأ يطلب من الفروع الأخرى إذا الفروع الأخرى بتاعته لم تسعفه البنوك الأخرى تسعفه إذا الكل فشل يلجأ إلى الخارج حيث نشأت البنوك التجارية وهذا يا عباد الله أهم سبب في التضخم وإلى حضرات زراء البترول وخبراء البترول الذين يحضرون المؤتمر المؤتمرات الدورية أقول إنكم تركتم أكبر سبب في التضخم العالمي وهو الفايدة وهو الربا أنا مش هقول لكم يمحق الله الربا ويربي الصدقات لأنكم عارفينها ولكن هقول لكم أن التضخم الذي نعيش الآن في ظله سببه الفوائد مش لأن العرب حبت تستنقذ جزء من ثمن البترول بتاحها أنا حضرت بعض مؤتمرات البترول ومنها المؤتمر التاسع حضرت جزء منه لأنني كنت مشهول بإنشاء بنك إسلامي وما سمعت صوتا واحدا يرتفع في مواجهة العالم ويقول إن العرب أبرياء من ظاهرة التضخم أما الأسباب الحقيقية فكثيرة ومنها الفايدة التي تسمح للبنوك بخلق نقود لا تملكها طب ومصلحة البنك في كده أي بيسمح للمدينة أن يسحب مليونه بيأخد 12% أنا بشبهها أحيانا زي واحد تروح تقوله أنا ولادي محطوطين في الشارع سكنا يقولك عناية لاتنين ويطلع ورقة ويرسم فيلا ويقدر لك تفضل اكتب عقد الإيجار كتبنا عقد الإيجار ادفع الإيجار 30 ألف ربيع في السنة ولا 40 ألف تدفع يقولك اتفضل اسكن اسكن فين في الورق ده فإذا جاز لنا أن نتصور أن صاحب العمارة يرسمها ويسكنك فيها جاز لنا أن نقول إن البنوك على حق عندما تخلق النقود خلقا بالاقتمال وتضاعف أربحها عن طريق أخذ فوائد على نقود لا وجود لها هذا أخطر ما ورد على الأمة الإسلامية وعندما يجيء دور الآية الكريمة اللي سألتني عنها سأبين أن الحرب قائمة وأن المحق قائم الإشارة هنا إلى آية في سورة البقرة يجيء دورها إن شاء الله